اشتركوا في القناة 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 الجامعة عن غيرها من الجامعات أولاً الصعيد عمتاً أهدى أهدى عن القاهرة القاهرة هنا أنت بتجري 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 مفيش وقت تعمل أي حاجة تانية لكن في الصعيد لا في الصبح في شغل بالليل فيه الاجتماعيات العادية واصحابك وأهلك وعرايبك الحاجات دي نسيناه كان فيه زمان وقت اسم وقت فراغ موجود هناك هنا مفيش المسامة ده أنا نسيته لما تقلق قدامي من فترة كده من سنة تقريباً كلمة وقت فراغ عدت أفتكر إيه كلمة دي كنت نسيته خلاص هنا في القاهرة مفيش راحة مفيش اجتماعيات بتنسى نفسك يعني لازم يخد وقفة مع نفسه وهو عايش في القاهرة لازم يدي نفسه يوم أجازة على الأقل للبيت ما ينساش بيته يشوف أصحابه وأهله يعني البيت الكبير بتاعه لكن أنا حابب الحياة بتاع الصعيد أهدى أهدى مفيش الجاري ده كل بتاع القاهرة دكتور مجدي خلينا نرجع كده ورا شوية لأيام مرحلة الابتدائية المرحلة الابتدائية وجود الدكتور مجدي فيها كان عامل إزاي مدرسة الجميلة الجيل الجديد أو لها اسم تاني مدرسة الرهبات لا دي حاجة ما تتنسيش أنا ممكن أسميلك أصحاب اللي في الفصل بتاعه بالاسم لا طبعا بس للأسف مفيش حد منهم دلوقتي معايا تليفون عشان أتكلمه نفسي أروح أرجع تاني أسلم على أصحابه لا مدرسة الجميلة والزي الجميل بتاعنا البنطلون الزيتي والمريالة الكارول أخضر فبيض لا أيام جميلة طبعا والباجر اللي مكتب علي الإسموس والفصل والكلام والمدرسين بتاعك الحلوين ما كناش نعرف حاجة اسمها دروس انت طالع من هناك لما دخلت بعد كده الأدادي في فرق شاسع لا المرحلة ابتدائكت مرحلة جميلة 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 وأصحابي كلهم أنا منهم ناس كتير طبعا نفكرهم على العلاقة بهم حتى الآن ما قدرش أنساهم المدرسين بتوعي 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 بتدائي ما نساهمش أنا ممكن ما أفتكرش بتوعي دادي وسنة لكن ما نساش المدرسين بتوعي بتدائي أستاذ موسى بتاع الرياضة الرياضيات مش الرياضة يعني كان بافتكره بكلمة عقلي يقولك المأسألة دي عقلي شافوي معناها كلمة شافوي ويقولي حاجة كده ومين يجاوب عقلي ويقولي حاسك أن انت مميز خبنا ديله الصحة لو كان عايش ميس راودة دي بتاعت الألعاب ما تتنسيش طبعا أنا أقصد الأيام بتاعت ابتدائي لا ما تتنسيش الأيام الطفولة اللي ما نعرفش نحبه بعض بس ما كبرنا شوية بقى في حاجة تانية غير كلمة نحب ما كانش موجودة في ابتدائي فأيام ابتدائي دي ما تتنسيش أول يوم دخلت في المدرسة اليوم ده كان بيمثلك إيه؟ وعد عليك إزاي؟ أنا ما كنتش حاسب فرقل إن أنا من من وانا ظاهر بدخل الحضانات فمتعود إن أنا عادي أروح وقعد برا البيت اليوم كله عادي بفتكر طبعا عما متولي كنا زمان بنروح بالحنطور كانش فيه بقى تاكسيات وتكاتك والحاجة كان حنطور مسافة بين البيت والمدرسة كان 2-3 كيلو تقريبا عما متولي كان يودينا ويجبنا وكان أحيانا يتأخر مش إحنا اللي بناخده الكلام هو اللي بياخده الكلام بقى يودي يقول له معلش ومش معلش يقول له عزر أقبح من زمب فاكر كلمة أستاذ الناظر أستاذ دانيال كان يقولي دايما الكلمة دي عزر يعني مش عاجبه العزر يعني عزر أقبح من زمب لا أنت تيجي في المعاي لا كانت أيام جميلة كنت بتروح المدرسة بالحنطور؟ أه كنت بتحس بإيه كده وانت راكب الحنطور؟ لا أبقى فرحان وان رايح المدرسة وده احنا وإحنا في الأجازة إم تهتيجي المدرسة؟ قربت أنا عايزة أشوف أصحابي بقى لا لا كنا بنحب أيام اقتدادة كنا بنحب المدرسة ونحب بعض وعدين طريقة التدريسة اللي كانت موجودة في المدرسة دي ياريت تتطبع على كل المدارس أنا مطلعت عدادي وسنوي ما كانش فيه امتداد للمدرسة دي غير الابتدائي بس فارق بعيد ياريت نقرب المسافات بين المدارس الخاصة والحكومية ياريت نقرب المسافات لا طبعا مختلفة 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 وجميلة جميلة جميلة مين أقرب شخص كان ليك في المرحلة الابتدائية؟ يعني بحب صديق لي اسمه أحمد منتصر ده اسمه الواحد أحمد منتصر وأحمد منتصر مصطفى ده من أعز الأصدقاء اللي أنا بحب موحلين صابت شرطة تقريبا عقيد بس ما شفتوش هديني سنين ولو شافني بقى واتصل بيكوا على حاجة دولوا نمريتي بقى عشان أنا نفس نفس أكلمه فعلا لكن في عندي بقى أصحاب كتير مجل الظريف وعيمان لطيف وبالنسبة لبناتكو ترقى بس مش عايز أقول أسمعهم لكن ياريت اللي شفني النهاردة كده ويفتكرني حاول يجيب نمريتي ويكلمني يسلم عليه إنه فعلا وحشني يعني دكتور مجدي أصعب مرحلة في الدراسة النقلة ما بين المدرسة الحلوة للمدرسة اللي بعديها اللي هي النقلة من ابتدائي ابتدائي لعدادي كانت نقلة غريبة أولا اتدائي كانت مدرسة مشتركة دخلت أعدادي أولاد بس فداخل كده في حاجة غريبة إيه اللي بيحصل؟ مش فاهم معاك المدرسين بيتبطبوا عليك ويفاهموك لا في أعدادي محدش لي دعو بحد فحسيت كده في صدمة كده في حاجة نقلة غريبة كده خلتني خفت أنا متعود ده أنا متفوق إيه اللي حصل لي؟ لأن اللي كنت متعود أحب المدرس لا المدرس ده بيجي قضي ويمشي مش عكاة يحبك ويكلمك وياخده يدي معاك ويوصل لك المعلومة لا نجا يدي حسه ويمشي لاب العكس ممكن يبقى إلى حد ما يعني جامد شوية كمان معاك فكانت نقلة غريبة النقلة من المرحلة دي من ابتداء لإعدادي لكن بعد كده تعودت بق خلاص بق كده سنة ونفس الكلام خلاص تعيي أول سنة في إعدادي اللي كانت مفاجئة كده وصدمة وبعدين في البيت ما كانوش بياخدوا بالهم مننا أول إن في النقلة دي من مكان لمكان بتفرق لأ مش واخدين بالهم فانا بنبه الأبوهات بقى ياخدوا بالهم من أولادهم بيما فيهم أنا كمان عشان ممكن أكون أنا التاني بنساء النقلة من المرحلة المرحلة محتاجة قاعدة ومش بس كده من سنة لسنة محتاجة قاعدة لازم الأب وابنه يبقوا قريبين كتيرا كتير كتير ما يتنسيش الابن لكن سنة ويبقى كده عادي فابدل معاك ما الدكتور ميك دي في مرحلة السنوية العامة كان بيتعامل معاها ازاي؟ هو أنا بتعود من ابتداء ذا الانت هي أن أنا طالب متفوق يعني من ابتداء انت متفوق ما دخلت عدادي كده وتهزيت شوية بس برضو انت جواك مزروع فيك إنك متفوق يعني حتى لو اقعت بتاع فتقوم ازاي فأولى سنوي برضو كانت نقلة من أعداد من أولى من ثلثة أعداد الأولى سنوي لكن عادي تانية لكن أنا حاطت في دماغي أولى وتانية حتى لو أنا مكنتش قاة في العشر الأوائل صحيح وراهم لكن في ثلثة مفيش حاجة اسمها دلع في حاجة اسمها تركيز في حاجة أهتم فأنا من أول السنة وأنا عارف إن أنا دخل طب ولو إن خلي بالك كلمة دخل طب دي أقصد إن أنا مجموعة هيجيب أعلى كلين لكن كان أنا بأفضل إيه؟ هنقول بعدين لكن أنا عارف من وأنا دخل سنة ثلثة إن أنا دخل طب عارف من قبل ما تطلع النتيجة إن أنا مستحيل إلا عن كذا وحاطت رقم وقالوا أنا مش هإلا عن الرقم دو إيه اللي كان ميخليك عارف ومتعكد إن أنت مش هتإلا عن الرقم دو وإن أنت دخل طب لا أنت يعني عارف مستواك مستواك بالنسبة لزملائك عارف يعني طول عمرك نتائجك شكلها إيه؟ وكانت ساعتها طب على الأيام نحنا أنا برضو مش من الصغيرين إحنا قدنا الأربعين المهم 82-83 حاجات غريبة كده مش المية في المية اللي بنشوفها السنين اللي فاتت دي فكنت 82 علي لا أنا مستوى أجيب أعلى من كده بكتير فعارف إن أنا الرقم ده بالنسبة لي مش صعب أنا عارف إيه المواد اللي أنا قوي فيها عارف إيه المواد اللي أنا ممكن يقع منها درجات بحاول أقل إلى حد ما وبتمرن طول السنة يا مجادش فجأة أنت بتتمرن كل طول السنة درجاتك ومتحاناتك هتجيب إيه وهتعمل إيه؟ فشايف إنه مستوى كان يعني أقل من التسعين شوية التسعين دي أيامنا كانت حاجة عالية أول أنا طب بالسنة بتاعتي خدت من 83-86 83 يعني ده كان رقم بسيط أنا كنت معادي الـ 85 كنت جاي بـ 86 وتلتين تحديدا كمان أنا حتى كانوا قالوا إنه طب في 2001 فوق الـ 85 كنت أنا في الـ 2000 دولي وطب كانت بتاخد وقتها 2400 طالب فأنت كمان من قبل ما تتعلق أنت عارف أنت كمانك دخل وبرضو حتى يوم النتيجة كانت حصلت حاجة غريبة كانت كان الزملاء راحوا سمعوا النتيجة 78% قلت لهم لا أكيد اللي بيقرأ أرى غلط بدل 78 هي 87 يعني برضو ما تهزيتش قلت لهم لا لا إلا أرى النتيجة ده غلطان هي 87 هي بتاعك كانت 86 وتلتين دكتور مجدي رأيك إيه في سياسة الضرب في المدارس يعني أنا أرفضها تماما ولوين ولوين منكرش إنها كانت بتجيب نتيجة كويسة لكن عمرك اضربت؟ لا عايزة أقول طبعا بس عايزة أقول كيف رق بين المدارس اللي بيدربك عشان تخاف عشان تذاكر وبين اللي بيدربك عشان هو مريض نفسيا أو بيدربك عشان يعوّرك أو بيدربك عشان يتعبك نفسي ده فيه مدارسين مؤذيين بيدربك عشان يكسرك نفسيا أنا بتكلم عن اللي بيدرب عشان اللي هو يعني بيخليك تقتل الأحسن اللي هو النقد البناء لكن في النسخ الثانية موجودة كتير فكلمة الضرب للنقد البناء أنا معاه يعني أنا مرة مثلا مدرس ضرب إبني في الفصل سألته إيه السبب قال لي عشان كذا وإن عايزه يبقى كذا أنا ما تكلمتش تقول أنا معاك إنما عشان ضرب لمجرد الضرب أو يعلي صوته عليه أو يكسر نفسيته لا طبعا مرفوض فهي حسب أنت بتستخدم الضرب ليه أنا كان مثلا مدرس يجي يسمع حاجة بالعصايا أنا أكون ما ذكرتها أما ما حفظتهاش على ما يجي عندي أكون حفظت الشواء اللي هيقولهم لي بسرعة كده على ما يجي دون حرف الميم الحمد لله عرف الميم دوارة مديميزة على ما يجي دورك على الأقل في قدامك عشرة تكون لحيء تقارية الموضوع اللي أنت مزاكبتوش أساسا في ثانية خوفا ما العصايا تحفظه في ثانية على ما يجي دورك لأن نفسك تقوله له بالنص ما تتضربش بقى يخش على اللي بعدي بس لا مهمة بس زي ما قلنا كنقد بناء حضرتك قلت أن أنت تضربت قبل كده عشان تأخير عشان ممكن شاءة ولو أن أنا ما كنتش طالب شائع أو طالب شائع بس ممكن يبقى وسط الزحمة كده حتى هو يقولك سيئة عم طب أنا مغلطتش هو مش عارف مين مغلطتش بس يروح ضربت كل يعني أنا بتاخد في الرجلين سيئة عم أو بالصدفة تأخرته وشانا اللي بتأخر الحنطور لكن إلى حد ما أنا بعمل علي عشان ما تضربش إلى حد ما بحاول أكون ملتزم ومتفوق أو ناجح بحب أكون ملتزم معاك أكتر مادة حضاركو أنت بتحبها الرياضيات على الإطلاق دي اللي بتفرق بيني وبين زميلي أنا أدخل طب إزاي إلا لو امتحاننا امتحان رياضة ما لو امتحاننا امتحان مواد اجتماعية هو يخش طبه ولا لأ فإيه الفرق بيني وبينه ربنا مدينا نعمل أنا شوية شوية فهم مميز عن الزملاء طب أنا كنت بحب لأمتحان يجي صعب حشان أنا عارف أني سهل صعب أنا مش هتقع مني درجة في الرياضيات بس مش الرياضيات بس الرياضيات والفيزياء والكيميا الحيوية المواد اللي فيها فهم حتى العربي بس العربي النحو بس شوية بلاغة النحو اللي فيه فهم لكن فيه معادة ذلك لا مواد اجتماعية كلها لا الأحياء شوية والباقي لا للمواد الحفظ فيه زميلي يعني زاكرته دي نعمة برضو معاند ربنا احنا بنقول لأيه حفيزه بننتقده لكن دي نعمة يحفظ كتاب جدا للجلد طب ده أنا تفوق عليه إزاي في المواد بتاعته دي فهو دايما يكسبني في المواد الاجتماعية شوية في العربي أنا بعوضه في النحو ويعوضه في حاجات تانية هو برضو ممكن في الأحياء أنا في حاجة هو في حاجة لكن أنا بابقى ميز عنه بمواد الفهم الرياضيات الفيزياء الكميا الحاوي فالناس كلها دولة عايزين امتحان سهل أنا أقول لا عايزين امتحان صعب عشان هو يوقع درجات لأن أنا هوقع درجات في المواد التانية السهل حتى لو جمت امتحان سهل فالرياضيات هي المادة الأولى واللغات طبعا نحب اللغات جدا انجليزي وفرنساوي الحاجات دي كلها كنت بأفلها دكتور مجلي معاك تفضل آخر سؤال عشان أختم به أولى فحراتنا النهاردة بفقرة كرس الدراسة هل دراست الطب في مصر بخير ولا محتاجها تطوير احنا مستوانا هنا عالي جدا لكن نظام الامتحانات الامتحانات عايز تعديل ازاي انت بتمتحن قدام لجنة لو واحد بس في اللجنة مش عايزك تنجح كلامه بيمشي وده غلط فانت قبل ما تدخل الامتحان حاسس بالظلم انت زاكرت ما زاكرتش النتيجة مش في ايدك النتيجة مش في ايدك ودي احساس بوحش بيخليك كمان ما تزاكرش كويس وممكن واحد زميلك أضعف منك بكتير بكتير ده ممكن انت تكون أخصائي عليه هو أصغر منك ويدخل ينجح مش عشان مذاكر حاجات أخرى ولو ان انا شايف الامور دي بتدت تتحسن كتير بعد تقول حاجة اسمها الزمالة المصرية الزمالة المصرية ده برنامج كده بعيدة عن الجامعة والحمد لله ان في حاجة بعيدة عن الجامعة برغم ان انا بحب اسات زيت بتوع الجامعة جدا بس لو واحد او اتنين منهم من الناس اللي مش سهلين بلاش نقول كلمة تاني هيسقطك طب لا برنامج الزمالة المصرية انت بتاخد بيش هادة كويسة محترمة متضرب كويس وإلى حد ما الأزى فيها أقل عن الجامعة لكن برضو موجود وبرضو هتكلم إيه اللي حصب لي بعدين لكن محتاجة عديل محتاجة عديل محتاجة عديل نظام لامتحانات عشان الامور تبقى فير عادلة دكتور مجدي خلينا نطلع مع السادة المشاهدين نشوف تاني فقرة معينا النهاردة في برنامج الكرسي وكرسي الخوف دكتور مجدي ايه اكتر حاجة بتخليك تخاف في شغلك انا الخوف والرعب بتعمل الامتحانات تقول ما أنا عندي امتحان تبقى واحد تاني خالص خالص لذلك ممكن مروحش لقاعدة عشان بخاف على عيانين مني يوم الامتحان برجع لطبيعتي الرعب بتاعي الرعب بتاع الامتحانات عشان كده ممكن تلاقي ده كتر كتر عندهم ضغط وسكر من كتر الامتحانات بتاعتنا بقى اكتر حاجة ترعب اغير كده مفيش حاجة بخاف منها خالص مفيش اي حاجة تخوص بشغلة خالص لا 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 خالص خالص هي الامتحانات اكتر حاجة حضرة تخاف منها اي حاجة تانية ممكن اخلي حدي حلها لي طبعا في مشكلة تانية بس الحمد لله احنا بيضع عن الديون دي حاجة وحش ان حد ان يكون عليك قضية حتى لو انت على حق دي حاجة مؤزية بس كل دي بجنب الامتحان ولا حق بس اتكلم اقل حاجات تانية اللي ممكن تبقى نخلييني مش مفتاح نفسي نعم امتى يبدأ الخوف جواك على مريضك لا انا بخاف على مريضي من اول ما استرده لاني كني استلمته كني شفته كده معانا انه بقى ملزم مني ما ينفعش يراسيبه الا لما انا بقى مفتاح انما لو ما كنت شفته من الاول ما عرفش عنه حاجة ما فيش عنه يعني انا ما عنديش احساس بالزم لما كني استلمت المريض ما اقدرش يسيبه الا لما يكون مستقر لما يكون مستقر مستقر لو ما كانش مستقر مش هسيبه والنشيد هسلمه للبعادية بالتفصيل وبالحزافير وبالنقطة المهمة وتركز على كذا ونعمل كذا ده طبع هقول حاجتين هو طبع ان انا بحب او مش بحب انا بخاف على المريض بتاعي انا بحب اكون ناجح في شغل كلمة ناجح مش معناها مذاكر وسمع معناها المريض بتاعي يستفيد بعيني انا ببقى مبسوط اول ما المريض يعدي كانت حالته صعبة فعلا لكن ربنا كرمه ووجهك ونبهك لحاجة ما انا شخصته كويس واهتمت به وعده والمريض يبقى فرحان بيك ان انت شخصته وارتح من التعب اللي هو دي متعيتي دي هويتي حالية انا هويتي الحالية بطب فقط مش بطب اذاكر بطب ان انا اشوف العيان واشخصه وعالبه ومبسوط دي بعد ما اتشخص وتعالبه ازاي بتقدر تنتزع الخوف من قلب مريضك الحمدلله دي نعمة من عند ربنا مرضى كتير ما عرفش ليه بس الحمدلله يعني بيقول انا مجرد بس شفتك كده ده حت في وشي خلاص انا خفيت بس ادقهم بس ادقهم وخلاص بس فعلا المرض مش محتاج منك اكتر من اتسامة وحتى لو اللي عنده ايه بصط له الامور بصط له الامور بصط له الامور وان شاء الله ربنا يكرم بس بتفرع عن مريض المريض اوي 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 او الحالة النفسية ازاي بقى بتعرف بقى تنتزع من كل مريض الخوف من جواك يعني المريض الحالة نفسية ازاي بتنتزع من جواك المريض بتاعك ازاي بتعرف تشير كده الخوف من جواك بحيث ان يكون داخل عندك يكون حاسن ومرتاح في قابلية المريض بيدخل تعبان بيقعد بس بيشوفك بتتحف في وشه ابتدى القلم يهدى بتاخد وتحكي معاه تسمع منه كلمة فهمه انها ملهاش لازمة يعني قالك انا هلبي بيوجعني طب يا عم سلامة قلبك كل كلمة يقولها فهمه انت خلاص انت سمعت المعلومة كويس ووصلت له ان دي ملهاش لازمة يعني سمعت منه ولازم لازم تسمعه يبقى انت سمعت منه كويس ووصلت له الرد ايه يعني ولا حاجة يبقى ايه ما يخلاص اعرف قال اللي عنده اللي مخوفه وانت فهمته ان ده ملوش حاجة تخوفنا واحدة واحدة خلص ويجي خالي يقولك انا خفيت يا دكتور اكتب ايه حاجة ما خدت لك مش هاخده لك خفيت خلاص فمهم ازاي التواصل مع المريض ما تحطش حواجز بينك وبين المريض تبسط له الامور تسمعه كويس هو مش محتاجه عملك اصعب عملية عملتها وكنت فيها خايف جدا هو الحمد لله احنا ككلة مش جراحين لكن الاخنة بتركب اسطارة العيني بس في الرقبة طبعا وريد مركزي او اسطارة برجوني او اسطارة يعني تركيب اساطر طبعا فيه مريض بتبقى وريدته صعبة جدا لكن مفيش حاجة اسمها تخرج من غير ما تركب لان المريض ده محتاج يخسر مفيش حاجة اسمها فشل ممنوع الفشل مركبش هنا هيركب هنا فيه كذا مكان مش هيطلع من القطة العمليات او قطة تركيب الاساطر اللي مركب الاسطارة بس مش بفترة لدرجة تأذيب يعني فيه بعض الزملاء مش هنسكن ممكن عشان هو مركبهاش يجي اعمل اي حاجة في المريض من غير ما يقصد لا انت اه حاول بس من غير ما تأذي المريض اللي قدامك اريح شوية وارجع كامل هات لو فيه حد من الزملاء جنبك هاتو يكمل مكانك يمكن انت مش يومك النهاردة معايا لكن مش هيخرج من مكان تركيب الاساطر الا مركب الاسطارة عشان يخسر اول مرة ركبت فيها بسطارة مريضة كنت حاسس بايه اه طبعا اول مرة انت فيه جنبك اللي بيعلمك اه فيه جنبك اللي بيعلمك يعني مش لوحدك مش فاتوانة مش فاتوانة كده لكن الغريبة دايما اول مرة بنسميه حظ مبتدئين بتركب على طول مرة والتانية تركب على طول تيجي بقى وانت لوحدك في النبطشية تكتشف ان اللي الصبح كانت بتركب في ثانية وانت الواحدك ما تركبش في نفس الثانية وان لأ ده فيه حاجات بتظهر ما كنتش واخد بالك منها او ده انا لازم اركز على كذا اذا اخد بالي من كذا طب ايه اللي حصل الصبح كانت ركبة سهلة بعد الظهر ما ركبتش ليه او ايه القصة ايه اللي حصل فطبعا بيبقى موقف مش حلو والموك النبارودي يحس ان انت لسه مبتدئ او انت مش كوف اللي تركيب حاجة زي كده حصلت حصلت مش هنجب بس كان فيه حد من الزمله في المستشفى اكلمتو مقدرش اقول مفتريش على المريض وقولها تقال لأ جبت حد من الزمله اركبها خفت اضبت في الموقف ده لا حسيت ان انا كان المفروض اتدرب اكتر من كده وما فيش داع اتسرع لكن قالوا فيه ناس تاني قالوا لا العكس ما انت لو ممددش ايه لك مش هتشتغل مش هتتعلم خالص يعني اما تتحط في موقف محرج وتتعلم يا اما حاول تحفظ على نفسك من الحرج ومش هتتعلم خالص يعني فيدي جهور كده وفيدي جهور كده بس انا رأيي لا انت تفضل تحت اشراف حد يضربك عدد معين يبقى مدروس ان العدد ده بعده انت بقيت كويس اللي هو الوسط ما بين ده وما بين ده ما خفتش على المريض يحصل له حاجة قالوا لا انا اتصلت بزميل ليه او جبت زميل ليه فيه ناس بتخاف من الظلمة وناس بتخاف من المرتفعات الدكتور مجدي بيخاف من ايه؟ لا انا الحمد لله ما بخافش الحمد لله بيمكن ليه زيان اللي يحصل يحصل هنخاف من ايه؟ هنخاف من ايه؟ لكن كان زمان زمان كنت خافها قدام ميكروفون اخاف اجي قناة اصور ما عنديش الجرء ان انا قوم واطلع واقول اللي عندي واتكلم وده كان لغاية فترة قريبة واللي عمل فيها كده احد الاسازة اللي بقولك مش كلهم اسازة تربويين او مدرسين تربويين بيفيدوا الطالب فيه اللي بيحب يعمل العكس يعمل عقدة نفسية للطالب خدت وقت على ما اتخلصت منها ورجعت تاني السقة النفسة وان انا اتكلم براحتي او اقدر اتكلم قدام جمهور يعني شوفت مدرس بيعمل فيك عقدة ما اعلم تفضل دكتور مكدي ازاي بتقدر تطلع من قلب الخوف نعم هو حاليا خلاص اتعود لكن كان الاول عشان اطلع منه ممكن انساه خالص او اعمل اي حاجة غيره لغاية ما يبدأ فعليا يعني الموقف انت ليه معاد بتبدأ قبل المعاد متوتر فكر في اي حاجة غير الموضوع ده لان انت مش هتقدم ولا هتأخر يعني او لو موقف فيه حل هتفكر فيه لكن لو موقف مالوش حالي مالوش حالي وجاي جاي خليلي معاده انساه فكر في الموجود انت في دلوقتي وانجع ودايما ما خافش طول ما انا شغالي طول ما انا بعمل حاجة مفيدة طول ما انا شغال بذاكر بعمل باشتغل ما حسش باي رهبة وانسى الخوف بتاع الحاجة اللي جاية بيه هل عندك اولاد؟ فادي ومارية هل في حاجة او وفاك عليهم؟ فادي كان المفوود اهتم بيه اكتر من كده شوية لانه ما بعافش يقعد على الكتاب جادي وتنطيط عايز اقعد معاه وديه وقته اكتر شوية بس مش عارف ااخد يوم اجازة في الاسبوع مش عارف عارف عشان اقعد مع الولاد في البيت اصلح الاخطاء اللي انا كنت مش اقول اخطاء انا بحب والدي جدا 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 بس ما اعملش فيهم او ما يبقاش اهتمام اقلش ولا عايز اهتمام اكتر عشان اللي انا كنت تحسس بيه ناقصني لا ما يبقاش موجود عندهم فهو انا محتاج فعلا اديهم وقت اكبر من كده اللي مخوفك علي اوه كده؟ لو سبت بالمانو غدام شوية ادفل كده انا عمالة قادر يسوى اعمل وانكنت بعمل نعيادة او بعمل اللي شاقول بحيان ما علينا عشان تمهيد دي ما يتعبش يبدأ مالصفر زي احنا كل الدكاترة بيتعبوا انت طول عمرك بتذاكر وبعد ما تخلص بتاخد كمان جيش ثلاث سنين يعني انت بتطلع كبير غير زميلك اللي خده اربع سين بكالوريوس او سنتين ونص تحديدا جيش انا بحب احب الفاتر زي كنت حبيبها جدا لكنها صعبة جدا وعطلتني شوية يعني انا بحب بلدي وحابب اخدم في جيش بلدي لكن تلاقي مثلا ممنوع التسجيل في الدراسات العليا اثناء فاترة الخدمة طب ليه انا خلاص خلصت والحمد لله لكن انا مش عايز اللي بعدها يتظلم ما عرفش دول حلوها او لا لسه اتمنى اتمنى ان النقطة دي تتحل ويكون الزبط اللي في الجيش اللي بيخدم بلده معطلوش مضيعش مستقبله ويبقى اصحابه خلصوا الدراسات العليا بتاعتهم هو يطلع متأخر عنهم سنتين ونص اتمنى ان كل المشكلة دي تتحل ويبقى مسموح ليهم يدرسوا فترة الخدمة العسكرية دكتور ماجدي ليه عايز ابنك ندخل كل دكتور؟ انا شايف ان انا اتعلمت كتير وشايف ان انا لحد ما مستوى معقول ونفس ادي خبرتي ليه يعني مش لسه عايز يخش مجال جديد ما يعرفوش ولسه هيبدأ من الصفر لا انت هتخش مجال هتاخد المعلومة مزبوطة وسكتك خلاص عرفتها واحد دين ثلاثة ومترتبة وحياتك ساق يعني لحد ما اسهله حياته من غير العناء والمشاقة اللي اللي انا شفتها اخر سؤال معايا في فقرة المهاردة في برنامج كورسي كورسي الكوف السؤال ده هاختم به الفقرة ايه الاعراض اللي لو ظهرت على المريض خوف كله 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 قلب في الموضوع يخوف اي حاجه تاني مفيش حاجه بتموت في ثانية بيري القلب فاول ما المريض تحس فيه ضربات قلب ومش مزبوطة اه تسارع او ضغط ووط شوية او يقولك نفسي متدايق او اي حاجه ليه علاقة بالقلب بخاف على المريض لان ده في ثانية مبتلاقيش المريض انما اي حاجه تاني مبتموتش في ثانية دكتور مجدي خلينا نطلع مع السيدة المشاهدين نروح للفقرة الثالثة اللي معانا النهاردة في برنامجنا وكرس الاعتراف دكتور مجدي لما بتقابل حالة مايقوس منها هل بتعترف للمريض بكده؟ المريض لا لكن اهل المريض لازم اعرم بس مش عالطول علوم ده كجا علوم لك يعني الحالة صعبة طبيا مافيش في ايدنا حاجه نعملها لكن دي حاجه في ايد ربنا لازم يوصلهم المعلومة ان احنا طبيا عندناش حاجه نعملها اكتر من كده لكن ربنا عنده كتير لكن انا كده وصلت المعلومة لأهل المريض لكن مقدرش اقولها للمريض ليه مقدرش اقولها للمريض لا لا صعب 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 اقول للمريض انت خلاص في حالة متأخرة وقدامك ايام كده كلام صعب انت بتوصلها لأهل المريض هم بقى يوصلوا بمعارفتهم بس طبعا لو انت شايف ان اهل المريض بيقدروا المريض احنا بنشوف حالات غريبة ان اهل المريض عايزين يموت عشان يرتاح في الحالة دي هاضطر اقول للمريض يعني للأسف بنشوف حالات كتير كده اهل المريض مش عايزينه ففي الحالة دي بكلمه هو دي غصب عنه دي الحالة الوحيدة اللي ممكن اقول للمريض نفسه وهل حصل معه بالفعل هاضطر؟ كتير لو انا شايف ان اهله مش عايزينه مش مهتمين بيه ما يهمهمش لا بقصر لهو المعلومة عشان يبقى عارف الامور مش هزايا كالرد الفعل للمريض ايه هاضطر في الحالة دي؟ ما انا بقى بقول هولوش كده انت هتموت لا انا بقول له اخبارك ايه اه اه صلت ولا ما صلتش اخبارك فينك من ربنا بفهمه هو بيفهم من ربنا بيفهم ان هو طبيا ما عندناش حاجة نعمل بس ايه بقى وصلت له المعلومة بطريقة حالية هو بقى سأل فعل واضح ههز دماغي ما اقدرش اجاوب اكتر ممكن دكتور ماجد هل في حاجة حاسس ان انت اثرت فيها؟ انا بقى حاول ما اثرت لكن طبعا وارد اي حد يبقى مقصر في اي حاجة ممكن بسبب اجهاد بسبب نسيان انا من كتر والشغل ممكن انسى فقى ده نعم التأثير نسيان نعم التأثير انما عشان انا بقى اصد اطلع مقصر لا ما اعرفش عماله ايه الحاجة ان انت حسيت ان انت اثرت فيها؟ لا ممكن مثلا حد قال لي موضوع مهم ومهم بالنسباله بس وص الزحمة انسيته فأثرت عليه موضوعه ما اتأثر يعني الشخص ده اه طبعا لما بفتكر بقول انا كان لي يا دورف ازل فلندا بس مش حكاية مريض وانساء لا مريض وانساء لا هل في سر من خبيه جواد وممكن تعترفين به؟ انا في شغلي بحب شغلي جدا لدرجة عايز اقولك بعض الناس في الشغل الحكومي يقولوا علي ده باين عليه هنقول طيب ويعني ايه بيجي كده ومهتم بشغله ليه وبيجي على فكرة انا في المستشفى العام بتاعتي كل يوم هتلاقييني راح كده انا مش جاي النهاردة عشان الحلقة اه هو الراجل ده ماله ومبسوط كده ليه هو يعني فاكر نفسه جاي فين دي مستشفى الحكومة او مستشفى العام او يعني ايه اللي بخليه مبسوطها انا من النوع اللي يعني محبش عكنا عن ناس اللي معي يحب دايما يبقى مبتسم كده حتى لو الظروف مش حالوة اه لدرجة ممكن يعني فيه ناس كانوا بيتطريعوا علي هو فاكر نفسه فين هو مرتبه كام؟ هو بيعمل الراجل ده ماله المهم انا برضو بعد اقول طب انا بحب المكان بتاعي الاسم بتاعي اللي هو اسم الكلة يبقى ناجح ليه؟ طب انا عايز ازود المكان ليه طب انا عايز افتح وحدة الكلة اطفال ليه؟ لان انا عايز اعمل ما هو اعلى من كده زي زرع الكلة مثلا في المستشفى عندي واي حاجة في تخصص الكلة عايزة تبقى موجودة عندي يعني عايز التخصص بتاعي نبقاش فيه حاجة نقصة وبعد انا مش على قد الكلة بس احنا احنا برضو كبطن احنا اتفقنا دكتور الكلة من دكتة البطن الشطري فكمان عايز كبطنة ليبقى كوي طب انا ليه عايز المستشفى تبقى حلوة وليه عايز اعمل خدمة كذا وخدمة كذا معاني ده واجع دماغ انا الزومة لا اصحاب كتير بيروحوا لغيت معهد الشغل الساعة اثنين الساعة ثلاثة كان اربعة ويمش وكملوش علاقة بالموضوع لا انا عندي المكان بيخدم المريض اربعة وعشرين ساعة يا ابن انت غاو واجع قلب؟ اه انا غاو واجع قلب انا حب ابقى ناجح في شغل بس يمكن اللي انا عايز اقوله او اتكلم عن نفسي هو انا بعمل كده خدمة للمريض بس ولا حب في النجاح ولا خدمة في المريض وحب في النجاح وكمان اثبات الذات فيمكن اللي انا عايز اعترف بيه النظيف التالت عليهم اه انا عايز ايبقى اثبات للذات عايز احس ان انا اللي عملت المكان ده عشان اخدم المرضى بس زي ما اتفقنا النجاح مش نجاح لشخصك انت بتعمل مكان تخدم بيه مرضى فتبقى ناجح فامكن دي اللي عايز اعترف بيه اه جانب ان انا المريض اخدمه جانب ان انا بحب شغلي واحب ابقى ناجح اه انا حابب يبقى فيه اثبات للذات دكتور ماجد تحب مرضك اه انا عايز اقول جدا 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 وهي المفروض تستهل مني كتير انا ببعملوش لو اطيحت قدامك الفرصة انت تتجوز عليها هتتجوز عليها ولا هتفرض لماذا الاسئلة الصعبة لا طبعا هرفض انت الزواج دي عيشة وحياة ومش لعب وشقاوة وكلام ايام مراحق لا 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 الامور الحمد لله وعيزة انا شاهدت مرضى صالحة وطقية وبتمزل موجود كبير وبتحبنا كلانا طب حبيت كم مرة واحدة فيها؟ اه اكيد كل شخص في حياته هو مراحق يحب كتير بس موجود حب بس انا مكنتش طايش لا انا ممكن كنت افكر في فلانة دي كتبقى دي زوجة المستقبل وعلى فكرة وقت ما خلصت الكلية وفكرت اتجوز كل واحدة افكر فيها اقول اه دي مناسبة يا دوبك اختارها كده الاقيها تخطبت اللي بعديها هاخد وقت على ما اختار واحدة تانية اقول دي مناسبة فجأة الاقيها تخطبت او اتجوزت مرة اثنين ثلاثة اربعة قلت لا انا مش اجوز حد تانية سبتها بقى ربنا كده تيجي بالظروفة دكتور مجدي طلعت ناثان استشاري ورئيس قسم الكلة لمستشفى دار السلام العام اشكرك شكرا جزينا على وجودك معنا اليوم اشكرك ما قلت ليش احلامك ولا حاجة للأسف وقت حلقتنا انتهى اقول احلامي بقى عايز واحدة كلها الاطفال تتعامل ان شاء الله يكون لنا حلقة تانية مع حضرتك دكتور عايزين متبرعين عايزين مكان غسيل لو اهدت كلها لغسيل الاطفال ان ده هتخدم القاهرة الكبرى ان شاء الله يجب اما انتم عزي المشاهدين فلكم مني كل الشكر والتقدير والاحترام على حسن متابعتكم لنا على امل اللقاء بكم في يوم جديد وكرسي جديد من كراسي قناة الصحة والجمال وبرنامج الكرسي تقبلوا تحياتي محمد فوزي شكرا والى اللقاء للتواصل مع قناة الصحة والجمال الموقع الرسمي للقناة www.sahha.tv ويمكنكم مشاهدة برامج القناة على صفحة القناة على اليوتيوب www.youtube.com slash الصحة channel وتابعوا صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com slash الصحة tv وعلى تويتر www.twitter.com slash الصحة tv اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة